إذا كان لديه مختلفة التي تعتقدها جيداً، في هذا الوقت سيفاليسفورين يعتبر غير نحكي أسد لابايل أو أسد سنستيب، وفي أيضاً يستطيع استخدام أورالي. واخدنا المحاضرة الماضية عن كثير من أجل المختلفة. الآن، السبستيوشن السبستيوشن الذي علياه أنه إذا كانت ميتاكسي فيها، بلغة هذا المثال، هذا يجعل السبستيوشن السبستيوشن الآن على البتاليكتميتس. الآن السبستيوشن الذي يوجد هناك أبداً يتقوم بسرعة الستيوشن بين البتاليكتميتس. إذا كانت ألفا كاربين من مختلفة من أجل المحاضرة مثل ألكين، لكن يجب أن يكون ألكين، إذا كانت أمين، أو ممكن أن تكون ألكين، أو أن يكون ألكين، برضو ألكين، ألكين ألكين ألكين، كل هذه السبستيوشن أو كل هذه المحاضرة تعتبر مستيوشن الآن على البتاليكتميتس. المحاضرة تعتبر مستيوشن الآن على البتاليكتر. في لحيث عن البتاليكتر، يجب أن تكون ألكين ألكين ألكين، أو بمعنى آخر، المحاضرة تعتبر مستيوشن، الذي يوجد على هذه الألم أن يكون في نفس الجهة السيفالوس بوري أو السيفيم رهي. حسنا بناء على اللي حكيته أنا سوري وآخر إشي لازم أحكيه كمان اللي هي إنه if I have an ester in here an ester group that is bound let's say to this methylene carbon in that matter this compound would be considered metabolically sensitive anything else إذا بغير هاي الأستر with anything else the compound would be considered metabolically stable فهذه الميلي كريتيري اللي احنا انترستد نحكي عنها regarding السيفاليسبورن فخلينا نشوف the first generation سيفاليسبورن حسنا هل يعتبروا acid sensitive ولا acid libyl ولا في اشي acid sensitive ولا اشي acid libyl يعني على سبيل المثال السيفالو thin هل يعتبروا orally active ولا orally inactive inactive بصدق ليه لأن هاي اللي group تعتبر a good living group بمعنى لما تنكسر عندي البيت الاقتام اللون pairs can eventually kick this group this is a good living group لأنها simply negative charge that would be developed and the oxygen is stabilized by the electronegativity of the two oxygen and the stability أو delocalization اللي بيصير للإلكترون بمعنها a good living group معناها السيفالو thin يعتبر acid و acid unstable and that is why it should be given parenterally I cannot give it orally طبعاً عندنا few exceptions راح أحكي عنهم بس هاي الـ exceptions يعني don't worry يعني على سبيل المثال إنه ما يكون عندي living group لكن هو acid libyl for instance هاي لها علاقة بother factors is not a good living group أول عكس إنه يكون في عندي على سبيل المثال a group that is considered a living group لكن هالكامبان can't be given orally for reasons still not well established فهي الـ outliers اللي راح نحكي عنها بالامتحان ما راح جيبلكم مياها specifically يعني فيش داعينكم تحفظوها لأنه the reason for behind that is not well understood and not well established okay طيب السفة اللي ردين برأيكم is this a good living group yes okay so the compound is it orally active لا it should be given parent orally سفة زولن نفس الشيء this is a good living group يعني لو انكسرت عندي البيتة lack time eventually highly group بتطلع راح تكون عندي a negative charge على السلفر that can resonate with this anomatic system being a good living group معناها انها acid unstable وبالتالي should be given parent orally what about السيفالكسن السيفرادين والسيفادروكسن yeah بالظبط I don't have a living group that is attached to this carbon كلها هيدروجن زلي عليها فاديفنتلي this would make the compound stable to acidic conditions and that is why it can be given orally okay طيب 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 ومثل منهم يظهر بيتا لكتميز سنستيطة. حسنا بما انه مافي عندي لبنى صح هذا يجعل البنى مباشرة على أستيطات وإصداء أورال لكن عدم وجود هذا البنى سيقوم بخصوصات لبنى بيتا لكتميز وبالتالي مش بس بصير أصعب على الواتر انه يعمل له بريكيج وبرضو كمان نفس الإنظام بصير صعب انها تكسر البيتا لكتميز ستفاليسبورين فهذا لذلك إذا لم تكن لديك جميع المباشرة في هنا معناها إذا لم تكن لديك جميع المباشرة في هنا صح أنا الكمباون بخليه مور ستابل لأستيطات أستيطات لكن أبداً بصير عندي لس باستيطات نعم هل هي صح حتى تزيدي من الاستيطات للأستيطات لأستيطات أستيطات الأستيطات لكن عندما تستطيع تستيطات هذه المباشرة مع الإنظام يعني المكانيزم 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 الخضيفة البعيدة شكرا على خضيف المباشرة أيضا على السرين النيوكليوفالي الموجودة عندي في الأكتف سايت في النسلين بايندين عشان هيك بيكونوا بايندين إذا عوضتها أنه زدت جروب على السفيم رنج اللي تعمل بايندين انتراكشن أحسن طيب نحكي هلأ عن الساكن جنوريشن سفاليسبورينس هلا بايداوي بيهاي السلايدي اللي أنا عملتوا ببساطة فإنه جمعت كل الممبرز كلياتهم بوان بيج على أساس أنه نقارنهم كلهم مع بعض طيب أيهاهم أسد ستيبل وأياهم أسد أنستابل باست على وطوة 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 بس اللي تعمل سفو تيتان هل بتعبرو أسد ستيبل؟ آه أسد سفا كلور و اللورا كاربي تمام لا بالعكس بدايس ستيبل ليس من جوال جميع خفاء صح بيكون في عندي دي لكالك أكثر بس أيضا ليس من جوال أفتم بداية صح باستعاد الديم خفاء أو ليس من جوال جميع خفاء فتح أنك تحقاً. السيفوكزتين، السيفيوكزين، حسناً. أحسناً أسأل عن هذا الأول. طيب. خليني نحن نحن نقوم بإرسال الأسد والأورال أرى أولاً مما يستطيع مما يستطيع إلى بايتالاكتميز وما يستطيع إلى بايتالاكتميز. نعم. لأنهم cumplوضوا أميثاكسي نقوم. إذا كان عندما كان أميثاكسي نقوم على الأوضاع السيفيوكزة أو فيما حكيت السبستيتيتيتيت الأوضاع في هذا المحاول لا يعتبر أن هذه الإجابات سيكون بمعنى الآخر السبستيتيتيت على هذه النائتروجين لابد التواصاع or right of a Z configuration أو من جهة السفيم ring فbecause of that because of this methoxy because of those let's say substituted oxyme that is why السفوكزتين السفوكزيم okay صديم السفوكزيم oxytile all of them are beta-lectamase resistant هلأ the rest and what about the others يعني السفاكلور واللوركارب yes because I have neither a methoxy على هاي الكاربن okay ولا عندي كمان الألفا كاربن is part of an alkene or a substituted oxal but that is why السفاكلور واللوركارب if you اعتبروا sensitive to beta-lectamases والسفوكزتين السفوكزتين oh yes ah sorry أنا انتبهت بس لهون definitely it's also resistant to beta-lectamases بس غني أتأكد ليش مش نبيني عندي the slide كلها yeah so السفوكزتين because of having this methoxy group in here that is why it's considered resistant to beta-lectamases سفوكزتين because it neither has a methoxy nor alpha-carb is part of an alkene system or an oxaline system so السفوكزتين السفوكزتين because of their methoxy they are resistant to beta-lectamases السفوكزتين because of the substituted oxyme also are resistant to beta-lectamases and the rest are sensitive in terms of acid stability and hence the oral activity we've already got you know the carbamate in here that is considered a good leaving a group in سفوكزتين سفوكزتين sodium and acetyl okay or this one in here which is also considered a good leaving a group would make these compounds unstable in acidic conditions beta-lectamases should be given parentarily okay as for cifachlor and lauricarb for cifprozil all of those substituents are considered very bad leaving a group beta-lectamases they are not considered let's say these drugs can be given orally okay لكن زي ما حكت لكم there is a outliers لسوم generations رح نشوفها واللي هي السفوكزيم صديو موسفوكزيم اكزتايل even though هاي اللي جروب تعتبر a good leaving a group وبي other drugs بتخلي compound unstable to acidic conditions وبالتالي should be given orally لكن for some reason السفوكزيم صديو موسفوكزيم اكزتايل these are actually considered مع انه substituents اللي على carbonate good leaving group لكن this compound is considered stable to acidic conditions and can be given orally active okay in case orally inactive or unstable to acidic conditions okay طيب what what is what is the difference between a cifachlor and loricarbif what is the variations ما بين them look at the two structures yes in cifachlor okay we have in loricarbif relative to cifachlor the sulfur is substituted with a carbon okay loricarbif you know they found out in cifachlor the amine that is present on the alpha carbon okay can simply this nitrogen attack beta lactam and it is unstable because simply the nitrogen will attack beta lactam breaking the beta lactam which would make the compound inactive all right for when now to overcome this instability in plasma they substituted the sulfur with a carbon طب هكيف ممكن يتأثر على الكمباون باعتباركم أو ليش خلت loricarbif stable بال plasma versus cifachlor لما أغير السلفر with a carbon ال electronegativity ال sulfur relative to carbon ok تعتبر more electronegative فلما أغير أنا السلفر with a carbon معناها صارت عندي let's say the withdrawal via the inductive effect from this carbonyl carbon بيكون عندي أقل بيخلي هاي carbonyl carbon less brown to intra molecular attack from the nitrogen اش وافوا بيكون عندي الالكترون دنستي بتصير عندي يس يعني أقل بحالة cifachlor لكن في حالة loricarbif يعني هي already السلفر عم تسحب electrons inductively من carbonyl carbon لما أغير ها لكلور يعني there is a partial positive charge on this carbonyl carbon لما أغير ها لcarbon بيقل عندي الwithdrawing الpartial positive charge عندي بتقل بمعنى انه reactivity بتقل فبالتالي بتصير less prone to attack from the nitrogen another reason انه in many cases بس احنا طبعا this is a minor step this is not a major step انه when the beta lactam is broken negative charge in here is not localized and will not be developed on the nitrogen اللي ممكن يصير عندي and when this one is broken راح تكون a double bond ما بين nitrogen وال carbon وتقسر الباند ما بين carbon وال sulfur okay لما اغير sulfur with a carbon to begin with this is a shorter bond لانه carbon versus the sulfur size لها اقل تصير عندي الباند shorter ومچ stronger معناها مش بسهولة هاي بتنكسر okay this is another driving force why if i would change sulfur with a carbon بصير كسر البيت الاكتام أصعب which would make the compound more stable in plasma تمام هاي الاسفانيشن مش موجود عندكم بالسلايد ومش مطلوب منكم يعني انا بس هيك حبيت انو انو نوضح الفكرة بشكل افضل تمام طيب نحكي هلا عن الثرد جنوريشن سيفالوس بورنز سوراكم نوش فيهم one by one ولا اسأل هيك in general means sensitive to acid and which is not this one two things to consider اول بحالة السيف بوروزل بوروزل negative charge developed بتكون delocalized between many atoms which will further stabilize الانترميديات even more هلا هون if i would consider الاستabilization بتكون عندي النغative charge مزع ما بين نيترجن و two carbons and here ما بين نيترجن and four carbons okay الاستabilization in terms of the delocalization في حالة السيف بوروزل بيكون عندي أفضل okay لكن here i have a chlorine that is electronegative okay بمعنى لما ارسم one of the resonance structure where i would have a negative charge a full negative charge على هاي الاتم راح راح يكون عندي withdrawal inductively ففي عندك let's say two factors both of them they do increase stability بشكل أفضل على سبيل المثال بتكون your assumption completely valid بدون أي doubt لو أنا قارنت على سبيل المثال with such a compound مثلا in that matter definitely بعتبر انه السيف prosel البوتنسي أحسن لأنه البركاج of that beta lactan بيكون عندي أفضل inside the binding site of the penicillin binding proteins absolutely correct طيب السيف وتقزيم برأيكم هل هو acid stable لا okay طيب is it metabolically stable لا طيب is it resistant to beta lactamases yes because I have here a substituted oxal طيب سيف وتقزيم sorry أو سيف تزوكس تزوكس yes so it should be yes acid stable orally active all right لكن للأسف للأسف this compound even though أنه ما في عندي leaving group ويفترض أن يكون orally active لكن actually سيف تزوكس for some reason يأما أنه ممكن يكون الabsorption كثير سيئ بالأسير conditions أو خلينا نحكي بال GIT أو ممكن يصير له degradation ب other mechanisms for that is why سيف تزوكس is another outlier where even though I don't have a good leaving group يعتبر أسد unstable and not given orally that's another outlier برضو كمان مش ضروري انكم تحفظوا exactly يعني عسبيل المثال اجبت لكم في الامتحان يفترض انكم تجابوا انه acid stable orally active okay but in practice this is not the case طيب resistant to beta lactamases yes is it metabolically stable yes yes طيب صيف dinner is it stable to acidic conditions yes is it metabolically stable yes definitely يعني بفكر بالmetabolic stability فقط لما يكون في عندي anaster other than that metabolically stable is it sensitive to beta lactamases resistant problem okay yes it's resistant all right طيب الصيف triaxone orally is it active or inactive what rai com inactive okay because i have a when that beta lactam is broken راح ططل عندي هاي اللي group كلها a negative charge on the sulfur can resonate with this system okay not only with the imine but also let's say with this carbony وعندي many hetero atoms that will be withdrawing electrons inductively فهاي اللي group انا بعتبرها a good leaving a group which would render a sift reaction being not given orally وإنما فقط for an terary لأن acid unstable is it sensitive to beta lactamases resistant بالظبط because they have a substituted oxyne all right طيب sift azidim orally active orally active هل بعتبر هاي a good leaving group ولا it's not لا sift azidim yes because this is a very good leaving group okay for that is why it's unstable in acidic conditions and not orally active is it metabolically stable yes okay طيب is it sensitive to beta lactamases resistant to beta lactamases for sure because i have a substituted oxyne طيب لو انسألتوا مثلا if i need to measure or consider a resistance to beta lactamases مين برأيكم رح كون أفضل الصف تزديم ولا على سبيل المثال الصف تاكسيم برأيكم مين أفضل برأيكم برأيكم السف تزديم أو السفوتاكسيم السف تزديم لماذا؟ برأيكم لما نتحدث عن beta lactamases بالعكس لا نريد الكمباون يرتبط في beta lactamases أصلا سوف نتحدث عنهم resistant to beta lactamases الآن general rule من ناحية أن الكمباون برتبط أو لا برتبط بال beta lactamases أن أنا يكون عندي bulky group على alpha carbon و هذه bulky group أو group الموجود على alpha carbon الذي تثبت بأن يكون عندي alpha carbon كل ما كانت أكبر لحد ما كل ما كان أفضل لما أقارن ما بين this part and this one here this one being bulkyer معناها رح يكون ارتباطه بالبيت الاكتميز حتى لو ارتبط this one بيكون عندي كبير أفضل عدم ارتباطه أول رز إنه الباين بيكون almost none هنا ممكن ارتباط بسيط تمام فنوعا ما كل ما زادت عندي bulkiness of the substituent الموجود عندي على الالكين الامين الأوكزايم كل ما كانت أكبر كل ما كانت أفضل لحد ما لأنه بالنهاية ما بدنا نخسر ارتباط الـ drug بالبنسلين بايندين 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 ماذا سيف اكزيم is it sensitive to beta-lactamases resistant okay طيب what about let's say it's oral activity orally active okay because this is not a good living group is ceftibutin orally active because we don't have a good living group and let's say this group which is a substituted alkyne is considered a rigid structure a bulky structure that is why it is resistant to beta-lactamases a cif-podoxime proxytile resistant to beta-lactamases because of this substituted or methyl oxyme also this is a bad living group okay لأن على سبيل المثال لو بد هتنكسر beta-lactam رح تطلع عندي a mythoxide صح negative charge بتكون على oxygen بس هي localized على oxygen but that is why it's a bad living group that is why this compound is orally inactive and acid is acid stable and thus orally active هلا if you look at the substitution in here it's a pro-drug exactly لأن كل beta-lactams لازم يكون في عندي a carboxylic acid that is free for the drug to bind إذا أنا بضيف let's say such an elongated ester or an extended ester هي لفكرة أنه أنا بدي أزيد من الأورal activity هلا السف بردوكسيم لحاله without being a pro-drug or an ester bound to it الأبزور لإلو قليل يعني ممكن يوصل up to 15% ف that is why they generated it as an ester حتى يزيد من its absorption okay ألا the group that you see in here increases the binding generally speaking it increases the penetration of these drugs into the gram negative bacteria ف that is why we do consider these drugs which are part of the third generation cephalosporins having very good gram negative activity when you read the same in the beginning we said that classification of cephalosporins into first second all the way to the fifth generation depends on that these drugs were introduced in the market but when we look at the overall criteria of all the members of each generation will more focused on the ground negative bacteria and the ground positive bacteria okay part of why let's say these third generation members of the cephalosporins are considered good binders have great activity to ground negative bacteria and simply this group in here which is called aminothiazole increases penetration through the porins of the outer membrane into the periplasmic space which would make those drugs very active against the gram negative bacteria okay طيب معلومة أخيرة بنا نحكيها عن third generation cephalosporins is this a drug in particular which is cift triaxone هل cift triaxone هاي الهايدراكسل برأيكم هل بتتوقعوا انها ionizable at physiological pH أو is it an ionizable group to begin with الالفاتي الكهول in general okay ال pka لقلهم تقريبا equals تقريبا 16 which means that they're not ionizable at physiological pH لكن إذا أنا حطيت let's say groups that can withdraw electrons inductively and by resonance pka راح تقل okay تقل بمعنى الاسيدي عندي عم بتزيد بمعنى إنه أنا ممكن أكسر هال bond ما بين ال oxygen وال hydrogen more easily ال pka of this group هل بتتوقعون هل بتتوقعون هل بتتوقعون هل بتتوقعون هل تقل هل أعلى من 16 يعني if i would break this bond okay ما بين الhydrogen وما بين الoxygen and i have a negative charge on the oxygen هل في any delocalization of this negative charge ولا بتكون localized على الoxygen yes ما بين بالضبط بصير في عندي delocalization with this group okay those two factors will definitely lower pka to a point where i can generate a stable salts out of this compound so actually a cif-triaxone can be generated before i say that هل في عندي any other ionizable group behind compound yep exactly i have this carboxylic acid so that is why a cif-triaxone can be generated can be generated as a disodium salt okay where they can deprotonate those hydrogens and form a disodium salt out of it okay نحكيها الآن عن fourth generation cephalosporins نحكولي what are the criteria that can be let's say generalized about those two members اللي هم السفبروم والسفبيم أو پان what do you think orally active inactive okay because simply they are or they do have very 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 good living group لأنه هاي living group لما تطلع تطلع as let's say a neutral let's say group so that is why these are considered very good living groups so they are acid unstable وبالتالي yes orally inactive should be given parent orally what about the resistance to beta-lactamases yes they are resistant because of this substituted oxyme you see in here okay okay الميتابوليك استابيليتي أكيد استابل طيب آخر ممبر رح نحكي عنه اللي هو السفترولين فوزماي من الاسم this compound name of this drug would for sure indicate that it's actually a pro drug طيب برايكم ايش الميتابولي اللي ممكن تنشال انبيبو الفوسفاتي group yes so this phosphate group in here is the one that can be let's say removed انبيبو بايا فوسفاتيزي طيب السفترولين فوزمايل برايكم هل بناء على اللي اللي احنا حكيناه so far هل ممكن اعتبر اللي group اللي attached على carbon number three a good living group بالضبط so that is why this is not a good living group هلا i would expect يعني if i would break this bond okay اللي يفطلط يطلع بناء على كيف انا بحرك the electrons اللي هي where i would have this double bond and a negative charge in here which is highly 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 unstable okay لايمكن تطلع هالاجا جروب let's say if the beta lactam is to be broken alright لكن even though it's not a good living group السفترولين فصاميل is not considered an orally active drug for reasons other than that. If you look at the structure of the compound it has a very high molecular weight ويجوال لما يكون عنده الكمبان له very high molecular weight, الabsorption بيكون أقل ما يكون through the GIT but that is why it's not given let's say orally, it's given only parenterally, not for reasons of acid instability وإنما because of the very bad absorption of this drug is to be given orally okay the modifications done in here attaching let's say this thiazol ring along with the methylpyridine ring to increase كانت for sure they tried many substituents that increased the binding of the drug to the MRSA they found out this thiazol ring if attached to carbon number three would increase the binding of the drug to the penicillin binding protein 2A that is produced by MRSA or the penicillin resistant staph or yes okay all right all right all right now this nitrogen in here a positive charge is a permanent charge being here having or having a group that is positively charged along with this negatively charged ion and this drug if needs to be given parenterally معناها لازم تكون له very high water solubility so to overcome this in the solubility of this water ion at physiological pH بتكون جدا قليلة عشان هيك they've added this phosphate group حتى طبعا which is an ionizable group حتى أنا أزيد من water solubility وما يصي في عندي precipitation للصول of this drug طبعا all right so far هلا simply this group in here I'll go back to this in a minute this group in here can easily in vivo broken down by let's say phosphatases that then this compound can cross in the cell membrane of cells easily all right طيب is the compound resistant to beta-lactamases acute all right and as we've mentioned this added thiazole ring to carbon number three which is part of the substituent of carbon number three extended or increased in binding affinity of this drug let's say to resistant strains of bacteria such as المرسا وبرضو كمان for many isoforms of penicillin binding proteins produced by Pseudomonas aeruginosa for this drug relative to all other generations of cipharosporins يعتبر أنه the most extended spectrum of activity okay this one in particular they found out it has to do with the MRSA binding yes that's the one that is involved in the interactions of the amino acids الموجودين in the MRSA binding side okay any question up till now about sephalosporins start for them even though يعني شوي أصعب من penicillin لكن استل يعتبروا أي خلينا نحكي somehow easy يعني substitution اللي ممكن تأثر على oral activity على resistance نوعا ما واضحين يعني up to a certain point okay هلا إنكم مش رح تنسئلوا مثلا بشكل خلينا نحكي specifically or randomly عن إنو هاي القموان first generation or second or third بس في some criteria مثلا that combines different members يعني ع سبيل المثال لو بدي أفرجيكم for instance in first generation هل in any of the members of the first generation هل أي واحد فيهم يعتبر resistant to beta lactamases لا طيب لو جينا لل second generation which I consider almost the most confusing sorry this one in here okay you can find you know some members have a methoxy some members let's say have an oxyme and so on some have an amine which is also found in the first generation let's say criteria in terms of the structure the members of the second generation like for instance if you go to the third generation cephalosporins they have the aminothiazoli group okay and either a substituted oxyme a substituted alkene so a substituent is a methyl or something that is more complicated than a methyl okay for aminothiazol you can say that aminothiazol is not found in the first generation or second generation okay the mythoxy on the example for instance on carbon number seven you only see it in the second generation cephalosporin you do not see it in later generations okay they found out they found out if you have a substituted oxyme or a substituted alkym it would be a good resistance when you have a methoxy at carbon number seven okay what means for example the third fourth generation cephalosporins i have a positively charged leaving the group attached to carbon number three such a leaving group i don't see it in the second generation i have a positively charged leaving the group attached to carbon number three which is a first will the second will the third and so on generations of cephalosporins رح اسأل عن drugs بكون فيهم structural features ما بلقيهم بأثر let's say generations okay any question about cephalosporins طيب حلا بهاي المحاضرة i will let's say stop here المحاضرة الجايب بدايت رح يكون a very quick revision للمونوباكتام والكاربابنم this is a very let's say short and simple lecture ورح ينكمل او رح ينبلش في البروتين synthesis inhibitors تمام اوكي يعطيكو الف عافية جماعة اللي موجودين نور عندك اي سؤال تمام يعطيكو الف عافية جماعة خلال موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر